السلام عليكم يا صبايا كيف حالكم ان شاء الله يارب تكونوا كلكم بخير ومبسوطين اليوم صورت لكم اليوم الثالث من موسم جد الزيتون زي ما اتفاقنا هدي الاحداث كانت قبل عشرة ايام بس انا نزلتها بعد ما خلصنا موسم الزيتون وفوقت هيك فبديت اما انتجي لكم الفيديوهات اللي صورتها ونزلتها ورا بعض هل جيت هاينا التصوير من اول شجرة زيتون عندي في البيت كبيرة هيك على طرف الارض فصورنا لكم اخر موسم الزيتون خلاص في الجد فصورت البيت من فوق خليت ابو كرم يصوره من فوق طبعا مش انا اللي صورته يعني زيتونها بتتحملش اطلع عليها يعني انا خليت ابو كرم ان هو اللي يصور لي وهو بجد زيتون من فوق وان شاء الله هوريكم كمان هاي المزرعة انا بدينا نزرع فيها لرمضان ونزرع فيها للشتة فان شاء الله هتكون هيك فيديوهات فيها ان شاء الله حلوة ومحمسة لما تبدأ هيك المزرعات اللي احنا زرعناها تكبر فيها هل جيت بعد ما جدينا الزيتون كله بنكومه هيك كوام زي ما انتو شايفين وبنبدأ نبر فيه الطرق مختلفة عشان خلاص نبعت على المعصرة الزيتون ينعصر وفي نفس الوقت بناخد منه حبة الزيتون الحلوة اللي بده ياخد مثلا للكباس اللي بده ياخد مثلا الزيتون أسود أو مثلا نندج منه فإحنا هنا بنخله في كذا طريقة ممكن نندج الزيتون وناكله على طول وممكن نخليه يعني نخليه حبته صحيحة لآخر السنة عشان ما يسود وهل جيت هنا هادي طريقة جديدة اختراعها أبو كرم في بر الزيتون بعد ما جمعنا كل الزيتون حطيناه في غرفة عند دار أهلي وبدينا عفوا نبر في الزيتون هادي الطريقة كتير حلوة عن جد الحاجة أم الاختراع فكان أبو كرم بده يخلص على طول فلقى عندهم عند دار أهلي مرمي جنب البيت كالوح اسباست مكسور فحطوا في الغرفة وحط تحت منطقة يعني علام النحية والطام النحية فصارت حبة الزيتون تنزل لأنه يعني بدحرج حبة الزيتون بينزل لتحت الزيتون لأنه تجيل وبضل الورج نفسه والأعواد لأنهم خفيفين يعني بضلهم وراء الزيتون يعني الزيتون بسبجهم هم بضلوا وراء الزيتون فبيشيلوهم بسهولة يعني خلصوا منه كمية كبيرة بالطريقة هادي إحنا عامة في غزة يعني بنبر الزيتون إنه إحنا بنحط يا إما جدامه مروحة وبنخلي الزيتون يعني بننزل حبة حبة منه يعني مش حبة حبة يعني شوية شوية والمروحة شغالة فبيطير يعني الورج منه والأعواد وبضل الحب الزيتون بس هنا إحنا عملناها بالشكل هذا وحبيت إني أشارككم طريقة أبو كرم عن جد لذيذة جدا ونبسطوا عليها وعن جد هتاخد براءة الاختراع لأنه هو اللي يعني اختراعها أول مرة هتاخد عن جد براءة الاختراع هل جيت بدي أعمل معاكم مجلوبة حبيت إني أعمل الترند اللي جنننا على التكتوك كله من بداية موسم الزيتون صار يعمل المجلوبة تحت شجر الزيتون فحكيت ليش ما أنا كمان أعملها وافرح لولاد فكانوا هما ببروا في الزيتون وأنا قلت هيك هيك خلاص اليوم الجمعة وهعمل لهم المجلوبة تحت الزيتون تحت شجر الزيتون وكيفوا لولاد وعاشوا الجو وأنا صورت لكم قلت زي ما البنات يعني الناس بصوروا في التكتوك وفي الانستجرام وهيك أنا بدي أصور لبنات قناتي عشان ما أحرمهم مش من حاجة بس يلا شدوا حيلكم معاي حطولي لايكات لأنه عن جد لايكات هترفع الفيديوهات يا بنات وهتساعدني ودائما استغلوا فرصة ما يكون أنا عندي هيك النشاطك يعني كتير وحل علي النشاط مرة واحدة يعني بسم الله الرحمن الرحيم وصرت أنزل الفيديوهات ورا بعض فاستغلوا النقطة هذه عشان أضلني أتشجع ونزل ورا بعض لأنه أنا يا إما بأعمل أربع خمس فيديوهات مرة واحدة يا إما بقعد لي أربع خمس شهور مرة واحدة فالجيت يا بنات أنتو بتعرفوا طريقة المجلوبة كيف بتنعمل سلجت الجاج وخليت الفيديو يمشي لأنه أنت عارفين طريقة المجلوبة وأنا عملتها جابل هيك كتير على قناتي فسلجت الجاج وقليت الأشياء تاعت المجلوبة البتنجان وكمان البصل والتوم والفلفل وهنا جهست حاجات السلطة كان عندي شوية خضار يعني عملتهم سلطة وجنبهم هيك كان في شوية جرجير عملت سلطة بدل ما أحط فيها خيار حطت فيها جرجير لأنه ما كان عندي خيار فالجيش قال لك أتصرف فأنا تصرفت وعملتها طلعت بيت شه هي جنب المجلوبة هنا بعد ما قالت البتنجان والبطاطا والبصل والتوم وبهرت الرز مع الحمص بهارات المجلوبة هي عبر عن ملح وفلفل أسود وشوية بهار رز وكمان بحط عليها شوية جرفة وشوية حبهان مطحون وبحط كمان اللي هو سبع بهارات ممكن تحطي لون أصفر كمان اللي هو زعفران بس أنا ما حطيت أو كركم ما حطيت وبعدين بحط عليهم الشربة وبخليهم استووا هنا فردنا تحت الزيتون وكانوا لولاد كتير كتير متحمسين وأنا أكتر منهم عن جد والله يا بنات أجواء كانت بتاخد العجل ربنا يديم علينا نعمة الزيتون وما يحرمنا منها خالص ويعيشوا أولادنا ويزرعوا كمان لأحفادنا وكمان يظلهم هيك كل يعني جيل يطلع يزرع للجيل اللي بعده وانتوا عارفين هادي هي يعني أوضاعنا في فلسطين وهذا وضعنا هيك في الخاصة المواطنين احنا من المواطنين في فلسطين فلازم نظل نشجع أولادنا على زراعة الزيتون لأنه أحلى إشي في الدنيا زراعة الزيتون وهنا جلبت المجلوبة وكنت عاملة خلاص الصلطة وصحن لبن زبادي هيك جنب الأكل بيكون بجنن شو بدي أحكي لكم يا بنات كانت يمكن أطيب مجلوبة أعملها في حياتي معيني دائما بعملها بنفس الطريقة بس كان لها طعم مختلف ورونك مختلف ما ضل ولا حبة رز من المجلوبة إلا واتأكلت هيك كان الفيديو لليوم وطبعا ودينا الزيتون على المعصرة وعصرناه وأنا عملت كمان معاكم الزيتون الأسود وهيصور لكم إياه الفيديو اللي بعد هذا ما انتجته أنا بس هنزله بعد الفيديو هذا على طول وخلصت زيتناتي وأخذت زيتاتي وكل سنة وإنتوا طيبين يا بنات لو عجبكم الفيديو أمان عليكم ما تنسوا اللايك